أنهت البرصة المصرية تعاملات اليوم بتراجع جماعي للمؤشرات متأثرة بموجة الهبوط التي أصابت الأسواق العالمية الكبرى بعد إعلان الولايات المتحدة عن تراجع أقل من المتوقع لمعدلات التضخم سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 701.6 مليار جنيه وسط تدولات بلغت نحو 3.7 مليار جنيه على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10193 نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2211 نقطة وهبط مؤشر EGX100 بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة